التقى صاحب السمون والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس في مدينة الشامين بمقاطعة فوجيان التقى معالي هي ليفنج نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية وبحث سموه مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثقافية والاقتصادية والتجارية مع الصين وتسريع مسارات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي اليوم كلمة رئيسية في افتتاح دورة الرابعة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين حيث يشارك فيه أكثر من ألف وفد تجاري ونحو خمسة آلاف شركة وما يقارب من خمسين ألفا من رجال الأعمال كما سيلتقي سموه خلال زيارته إلى مدينتي دونغ كوايد وشنغن في مقاطعة جوانغ دونغ عددا من القادة الحكوميين وصناع القرار ونخبة من رجال الأعمال ويزور عددا من المواقع التاريخية وذات الأهمية الثقافية ترجمة نانسي قنقر